اشتركوا في القناة من توزيع منتجاتك على المطاعم والفنادق والمخابس والافراد المتمين بالمنتجات الطازقة والعدوية وسنقدم لكم كافة المعلومات عن كيفية بد هذا المشروع والمؤدات المطلوبة واسعارها والمادة الخام ومن اين نحصل عليها والخطوات الاساسية لتحقيق النجاح علما من القشور التي تستخرج من المكينة سوف نقدم في فيديو قادم ان شاء الله فكرة مشروع بماكينة اخرى استخراج بدرة الكالسوم من القشور واطلب منك فضلا وليس امرا لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك للفيديو ومشاركة علشان يوصل لكل الناس وما تنساش تشرفنا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ولو في اي معلومة مش واضحة او نقصة او حابف تستفسر عنها ياريت تترك تعليق وهارد عليك في اسرع وقت ممكن وهترك لكم صفحاتنا على الفيسبوك اسفل فيديو في صدق الوصف لتواصل من خلالها فكرة المشروع شراء مكينة فصل قشور البيض وبعض المعدات الاخرى ودي بتفصل الصفار والبيض او بتفصل الصفار لوحده والبيض لوحده وهو مشروع يستهدف تسهيل عملية فصل القشور الخارجية للبيض عن الصفار والبيض وذلك بطريقة سريعة وفعالة ويهدف هذا المشروع لتلبية الطلب المتزايد على البيض المنزل والصناع في الاسواء حيث يعد البيض مكونا اساسيا في العديد من الوصفات والاطعمة والمغبوزات ومصانع الكيك والباسكويت مميزات المشروع المميزات مكينة فصل قشور البيض تتميز هذه المكينة بالسرعة والكفاءة ويمكنها فصل البيض بشكل دقيق ومتساوي في وقت قصير كما تتميز بسهولة الاستخدام والتنظيف مما يجعلها مناسبة للاستخدام منزل والتجاري على حد سواء فصل القشور يعزس جودة البيض والصفار ويمكن التخلص من اي قشور تكونت بعد الفصل باستخدام المكينة يمكن تقليل تكاليف العمالة اللازمة لعملية فصل البيض يدوية للمستخدمين الاستفادة من البيض بشكل اكثر كفاءة واستخدامه في العديد من الوصفات المختلفة مثل الكيك والباسكويت والكريمة والاطباق الرئيسية احتياجات المشروع الموقع غرفة او محل او بدرون او عنبر صغير المساحة المساحة لا تقل عن 10 متر الكهرباء 220 بولت كهرباء منزلية العمالة واحد عامل ومنكن في الاول صاحب المشروع يقوم بالعمل على المكينة وشراء المواد الخام والتسويق للمنتج وتوزيع وسيلة نقل ويالي بتوفر تريسيفلا او سيارة ربع نقل نقل المواد الخام الى الموقع ونقل المنتج النهاي الى الاسواق بديلا لتأجير سيارة وزادة المصاريف بالترخيص سجل تجاري وصناعي وبطاقة دربية وبطاقة صحية وسوف اترك لكم فيديو سابق للقناة في الايفو وسندق الوصف عن كافية استخراجهم بنفسك وبدون اللجوء الى محامي او معاسب قانوني المادة الخام المطلبة المادة الخام الخاصة بالمشروع هي البيض وبيختلف وزن البيضة من البيضة الاخرى اعتمادا على عمر الدجاجة وصحاتها ونظامها الغذائي ويزن بياض البيضة 60% من وزن البيضة وصفار البيضة حوالي 30% وإشن البيضة حوالي 10% والافضل حصل على البيض الاجبر حجما ووزنة والبيض مصعر يوميا تبقى لبرشة خاصة به ويتم شراءه من مزارع انتاج البيض بالكميات التي تنتج يوميا ويفضل انك ما تخزنش بيض يعني تجيب وتنتج تبقى للكميات المطلوبة يوميا علما بانه بنحتاج لانتاج حوالي 5 كيلو جرام صفار وبيض بيض من 70 الى 80 بيضة وقد يطلب منك الصفار لوحده او البيض لوحده او الاثنين سويا والماكنة بتقدر تعمل ده وطبعا ده بيكون تبقى للمنتج المطلوب انتاجه باستخدام البيض فيه الالات المطلوبة للبيض في المشروع ماكينة فصل البيض وهي اساس المشروع وهناك نوعين من الماكينات الاولى يدوية ويمكنك البدء بيها اذا كان رأس المال المتوفر صغير والثانية ماكينة اوتوماتيك وانا بفضل حضراتك تبدأ بيها المشروع لانها تستطيع فصل من 3 تراب بيضة إلى 10 تراب بيضة في الساعة ميزانك تلورني حساس وده ما يزيدش عن 10 كيلو لوزن الاكياس بعد تعباتها مكينة لحامل اكياس لغلق الكيس بعد وزنه ولابد من الاهتمام بنوعية الماكينة للحرص على لحامل الكيس بشكل جيد حتى لا يحدث تسريب للسائل داخل الكيس اكياس بلاستيك صحية لتعبية المنتج والافضل مطلوعة لها اسم الشركة او الاسم التجاري وبيانات الشركة ولابد من ان تكون الاكياس صحية وبيضة تناسب المنتج واحجاب مختلفة اه واحد كيلو واتنين كيلو لحد خمسة كيلو شراء الماكينة ومواصفاتها وسعرها مواصفات الماكينة مصلعة من لسان للسلطمين واربعة المقاومة من الصدق الساعة من سبع تلاف لعشر تلاف بيضة في الساعة معدل جمع بيض البدو الصفار سبعة وتسعين لتسع وتسعين في المية اه وزن الالة مئة وسبعين كيلو ابعاد الالة اه متر خمسة وتلاتين في متر وربع في اه متر وخمسة سانتي اه بتتمتع بحماية من ارتفاع دراجة الحرارة وافساد البيض اه الشراء اذا كنت اه من خارج مصر يمكنك الاصول على الماكينة من موقع علي بابا سعرها حوالي اه خمس تلاف ومسومية دولار والشحن البلدكم بيتراوح ما بين مية ليه متين دولار وعطوك لكم رابط الشراء في الموقع اه رابط الموقع اه من علي بابا في اول تعليم مسبت ولو انت من مصر يمكنك الاصول على الماكينة من خلال التواصل مع شركات الاستراد والتصدير الاسترادها وشحنها والتخليص الجمركي للماكينة واعترك لكم في اول تعليق مسبت اه رخم شركة استراد وتصدير للتواصل معها انقراط طريقة العمل اه للماكينة اولا غسل البيض يدويا جيدا للتعقيم والنظافة وضع البيض في الماكينة كما في الفيديو تكسير البيض في الماكينة فاصل بياض البيض عن الصفار اه وزن بياض البيض والصفار تعبئة بياض البيض والصفار في اكياس بلاستيكية لحامل اكياس التكاليف والربح تكلفة الانتاج هي مجموعة شراء اه البيض لانتاج خمسة كيلو مثلا وتكلفة الكهرباء والعمالة والضرائب والإهلاكات للآلات والمواد الأخرى مستخدمة في المشروع اه الاراضات هي اه مجموعة سعر بيع للصفار والبيض والقشور الربح هو الفرق بين الاراضات والتكلف وهذه البنود تختلف من دولة الأخرى ومن يوم لآخر للشراء في نفس البلد تبقى لأسعار آه برصات البيض نصائح مهمة وحصل على مكينة فاصل البيض من آه عن الصفار آه من شركة ذات سمعة جيدة اختار المكينة تناسب مع احتياجتك الانتاجية آه تأكد ان المكينة تعمل بكفاءة نظف المكينة بامتظام كل يوم بعد الانتهاء آه الالتزام بالمعايير الصحية والتشارعات المحلية المتعلقة بتوزيع وتسويق المنتجات والغزائية أثناء النأل لضمان الحفاظ على الجودة والنكهة التوزيجة للبيض أثناء وصوله لعملاء توزيع وتسويق المنتج يمكن تسويق المنتج لمصانع المعجنات والبسكويت والمطاعم والكفاءات ومحلات الحلويات والمخابز التسويق المباشر مع السوبر ماركت والهايبر ماركت والبقالة والمطاعم المحلية لعرض منتج البيض والمفصول عن القشور لديك تواصل مع التجار المحليين والبقاعين الجملة الكبار لتسويق البيض لهم ودول بياخدوا كميات كبيرة إنشاء موقع على صفحات التواصل الاجتماعي لتسويق المنتج المفصول بشكل مباشر للعملاء النهائيين قم بنشر صور جذابة ووصف دقيق للمنتج وأضف معلومات عن تليفونك والتوصيل وترد الدفع في الآخر أتمنى أكون شرحت الفكرة بشكل مبسط وإذا أعجبكم الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وتشير الفيديو لأصدقائكم وجربتكم واشكركم على حسن امتبعاتكم وتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح ولا تنسونا في دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا